ترجمة نانسي قنقر أبقينا على مهرجانات نرى أن لها قيمة مضافة في الحياة الثقافية ومن بينها مهرجان المسرح المحترف على الرغم من تقليص الميزانية المخصصة له وبالتالي فإن إدارة المهرجان كيفت نفسها مع الغلاف المالي المخصص وأوجدت لنفسها آليات نجحت في تنظيم هذه الطبعة بمشاركة معتبرة للفرق المسرحية كما أيضا فيه برنامج أدابي وفكري فيه ندوات فكرية حول المسرح والجامعة حول المسرح والهجرة كذلك فيه ندوة حول الإخلاج في المسرح الجزائري وكذلك فيه ورشة كونية حول كتابة الدرامية وبالتالي تعتبر هذه الدورة دورة متميزة بمشاركة بطبيعة الحال المساريح الجهوية بأعمال جديدة لأول مرة تدخل المنافسة ولأول مرة تورد على قشبة المسرح الوطني الجزائري المسرح نوعا ما مريد وكما نقوله للأسف شديد ولكن كاين بزا فنانينا تخدم في الخافاء وتخدم حتى تحت الأضواء لازم فناني نتاعنا قاعي واجهوا هذا المشكلة اللي رانا عايشينه لأنه كانت سنوات من قبل وين كان المسرح يسترجع القوان تاعه والإبداع من حيث الكم كان موجود وحتى بدأوا يخرجوا مخرجين وممثيلين في النوعية يعني كنا نشوفوهم في السنوات الأخيرة هذه تراجعنا يعني تراجع الإنتاج لدوروف مادية